السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا وسهلا بكم في بث مباشر جديد المهدي المنتظر وعلامات ظهوره حاجات كتير النهاردة هندور عليها معاكم واحنا معاكم ومعانا الدكتور محمد الالفي النهاردة كمان بندور على الحقيقة في طريق المعرفة من امريكا قناة تهتم بالشأن الامريكي والسياسة الدولية وبالاخص منطقة الشرق الاوسط وفي القلب منها مصر والامة العربية نبحث معا عن الحقيقة في طريق المعرفة جدي الامام المهدي وعلامات ظهوره وهل من علامات ظهوره ان بايدون ابن ابي حلزة رئيس الولايات المتحدة امريكية يعين مستشار لشؤود الامام المهدي دي غريبة جدا بعد مقالة بايدن عن المهدي المنتظر مغردون الفين التوضيح التصريح الرئيس عين مستشار المستشار للرئيس بايدن لشؤون الامام المهدي نعم ده موضوع كبير جدا موضوع كبير نتكلم عن موضوع كبير ولازم تتأخر عن الفطر شوية اسمحني عزبك شوية زي ما عزبتني في الساق اولا ا艘 تعيين الرئيس بعدين لمستشار لشؤون الامام الامام المهدي امر ياجب ان تعرف الناس في سياقه اولا ده يتفق مع مكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ما زى اللقاء الغهبى الى البادية ترضع السيدة حليمة السعادية ciao فكان لدى تجدمعات وأحبار الكبار وما يطلق عليهم أنبياء اليهود لأن هم بيصموا المفكر نبي يعني مش نبي بمعنى نبي زي سيدنا موسى لا هم يقولوا أنبياء يعني على الكبار بطبعهم يعني فالمهم كانوا بيتعقبوا ميلاد نبي العرب الذي سيولد ويكون يتيما ليقتلوه ولما راحوا يسألوا وتابعوا واحد وتابعوا يتبعوا الرسول في البادية عند السيدة حليمة السعادية فهي استشعرت خطر فقالت لهم لا أنا أنا أمه وهذا أبي هي وجوزة ما قالتش أنا مرضعته لحمايته وبالتالي ربنا جعل هذا سبب لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت حتى بعد كده بقى لما انتقل إلى كنف جده ثم إلى كنف عمه من عبد المطلب إلى أبو طالب كيف أوجه الشبه؟ أوجه الشبه أن كل البرديات القديمة وعلوم آل البيت وحتى ما يوجد لدى الكنيسة الشرقية في روسيا وفي مصر وفي الكنيسة الشرقية تحديداً ولدى البرديات اليهودية القديمة ولدى الكنائس الشرقية القديمة ولدى بعض المتبصرين الغربيين أن هناك مهدي لآخر الزمان هم بيسموه المخلص ففكرة المخلص ولكن عن أي مخلص يتحدثون لأن هناك اختلط الأمر على سبيل المثال هم أخذوا العالم في اتجاه آخر البعض بحث عن مخلص من الغرب وإيران قالت أنا لدي مهدي وأتواصل معه وهو مسردد على نظام الأئمة على نظام الأئمة الإسنى عشرية وهذا خطأ تركيا مستشار أردوغان اللي هو أصبح مدير للمخابرات الحالية بعدها كان فيدان اللي هو الحالي آآ آآ كان قال إنه آآ آآ الإمام هيكون تركي وأدوات جد وموجودة عندنا اللي هم سرقوها من المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة والأدوات جده عندنا وطبعاً والغرب بيتكلم عن الغرب بيتكلم عن الدجال على إنه المخلص لكن حقيقة أن الإمام موجودها بالفعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكون من عترتي ومن ولد علي وفاطمة مهدي آخر الزمان ويكون من بره في مصر ومن عترتي أي من صلبي ومن ولد علي وفاطمة مهدي آخر الزمان ويكون من بره في مصر وده حديث صحيح ملوش علاقة بالشيعة عشان الناس لتكلمش الشيعة بسنة لأن الناس ما خلطة كل حاجة في الخلط مع بعض وده مكتوب في كتب السنة وفي أحاديث وفي كتب لمحي الدين بن عربي وده إمام كبير وفي كتب لقال البيت في مصحف السيدة فاطمة ومصحف ليس معنى مصحف قرآن حتى لا تتصور الناس إنه لا هذا مصحف ما كتب ما كان يمليه الرسول على الإمام علي بن أبي طالب وتكتبه السيدة فاطمة وهو مصحف على رق من الجلد بطول سبعتاشر آآ متر ومصحف جمع صحائف آآ نعم بتقن ما يمكن المصحف وبين القرآن في فرق بين المصحف وبين القرآن نعم المصحف مجموعة صحائف ما يفعله بايدن هو يعلم أن هناك إمام حق قادم وهو وهم يريدون ملاحقته كما قام سابقهم بملاحقة جده وهو طفل جده النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هناك من يمكن وجود الإمام كراهية في الشيعة على أنه يقولك الشيعة بيقولوا الإمام عندنا ومسردب ومش مسردب وطبعا الإيران عاوزة تقول عندنا إمام عشان الإمام ده هيحتاج مقدسات فانسيطر على مكة والمدينة التركيا بتقول عندنا إمام وأدوات جده وعبائة جده وحاجات جده عندنا عشان هي تسيطر عاوزة مقدسات وعاوزة مكة والمدينة والغرب يريد منظومة أيضا يستخرج ما يطلق عليه المخلص اللي هو الدجال ويدخله إلى المسجد الأقصى على أساس أنه ده يكون المخلص وطبعا ده خطأ لكن هناك إمام هناك من أنكر ولكن هذه حقيقة في كتب السنة ولما الرسول يقول هذا الكلام لا خلاف عليه وهشهد عليه الصحابة بالكامل وفي عدة تروايات ولكن نحن ملاحقة الإمام في الفترة الحالية لأنه طبعا هو كان هناك في البرضيات القديمة ما أطلق عليه أن العائز الثاني بالبيت بعد العائز الأول من 40 إلى 45 عام العائز الأول اللي هو كان فتنة جيهيمان اللي هو ونصيبه رحوا عملوا أنه هو المهدي وما إلى ذلك في الحرم في سنة 79 والعائز الثاني بعده من 40 إلى 75 من أساس من 40 إلى 45 عام فده بشكل كبير وطبعا الجزء المهم أنه من علامات الظهور أنه يعلمها الغربيين والبرضيات التي يملكوها والتي سرقوها بشكل كبير أنه هناك إمام للمسلمين ويكون من بروا في مصر وهم الآن في مرحلة الملاحقة لكن من علامات الظهور خسف في حرستة والجابية في سوريا هيحصل خسف هناك وده أمر والأمر الثاني أنه هيكون يظهر رجل يكنى بالسوفياني وهذا السوفياني يملك الكورة الخمس يعني يملك خمس قرى في منطقة الشام ده يطلق عليه السوفياني وبالمناسبة هيكون هو تكرار لسول الله في الأرض هو من نسل بن أمية قتلت أل البيت وقتلت الصالحين وهذا يأتي لأن الإمام يكون من نسل الإمام الحسين لأن من تبقى من نسل الإمام الحسين بعدما عرقى الكبرى مع كربلاه وجاء مع السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها زينب العبدين سيدة علي زينب العبدين الذي نجى بأعجوبة من الموت عندما ذهب إلى خليفة الأمويين مسلسل مع نسأل البيت إلى الأمويين الذين قال من أنت قال أنا معتقل مقايد باستلاسة قال له أنا علي بن الحسين قال علمنا أن علي قد مات قال من مات فهو علينا الكبير أما أنا فعلينا الصغير فقال لهم فاقتلوه فقال حاجم الخليفة الأموي لا تقتله فتعلقت به السيدة زينب فقالت اقتلني معا فقال له بعد معركة كربلاه إنها زينب إنها زينب لا تشتر إلينا الشر يعني الغضب بقى جنبنا غضب المسلمين وذهبوا إلى المدينة أو جلسوا فيها بضعة أشهر ثم زهبوا إلى مصر ثم تزوج من ابنة عمو الإمام الحسن أصل أيضا الذي سممه بني الأمية حتى لا يعود الحكم لأهل البيت تبقى من الاتفاق لذي اتفق عليه الأمويين مع الإمام الحسن إن يحكم خليفة أموي لفترة ثم يعود إلى الإمام الحسن فسمموا الإمام الحسن كي لا يكون الحكم لأهل البيت وتزوج السيدة فاطمة ابنة الإمام الحسن وأقاموا في مصر ومنهم ناس لأهل البيت اللي هو موجود في مصر بشكل كبير بشكل ضخم وطبعا قال البيت الموجودين والصالحين والصحابة المدفونين في مصر وناس لأهل البيت حاجة تتشرف بأرض مصر كلها والمنطقة بعدد غير مسبوق يعني وطبعا قتلوا الناس في موقعات الحرة الأمويين قتلوا آلاف من المسلمين ومن قال البيت والصحابة في موقعات الحرة وطبعا هذا الأمر أمر يعلموا الكل وهم في مرحلة البحث عن الإمام الحقيقي وليس المزيفة الذين يحاولون إدخاله في صورة متطرف أو إرهابي ليسيطروا بها بالضبط دا اللي بيقولوا علوش المشكلة مش في الإمام المهدي المشكلة في اللي عايزين يخرجوه بالعافية ويستغلونه لمصالح هو الإمام إمام حق ما معنى إمام حق هو ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إني جاعل في الأرض خليفة وطبعا رضع للملائكة وفي حضور سيدنا آدم وقال له ألم أقل لكم أنه يعلم ما لا تعلمون لأن ربنا هو اللي علم سيدنا آدم الأسماء وبعدين الإمام يأتي آية ملكه أن يأتيكم التبوت فيه سكينة دا قرآن كريم وبقي مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة تكرارا لسنن الله في الأرض ويأتي الإمام المهدي بعلوم إدريسية علوم سيدنا إدريس وهي علوم عظيمة جدا بالمناسبة للناس اللي بتقول أن مصر القديمة اللي هم بتلقوا عليها عبسا المصر الفرعونية لم يكن هناك شيء اسمه مصر الفرعونية هذا مبتكر غربي لتغييب العقول الدولة المصرية مصر القديمة فيش حاجة اسمها فرعونية كانت دولة موحدة كانت دولة موحدة أو الأول واحد عبد إله واحد هو أخناته والدليل من القرآن الكريم أيضا حتى لا نذهب بعيدا ولا يتهمنا أحد بالشتت لما يقول زوجة فرعون التي قالت ابني لي عندك بيتا بالجنة ربنا أسكنها الجنة ولما يقول مؤمن آل فرعون طب ما هو دول في القرآن الكريم إحنا مش بنجيب حاجة من خارج الناص لأن لك تهدف الناص ولا تعقيد عليه دي نقطة يأتي بالعلوم الإدريسية ما مع العلوم سيدنا إدريس سيدنا إدريس الذي رفع ولم يدفن عشان الناس كمان تبقى واضح للأمر من الأربعة أنبياء الذين رفعهم الله نعم رفع ولم يدفن وبالتالي علوم سيدنا إدريس هي العلوم والناس تنصت للكلام ده كويس هي العلوم التي استخدمت في بناء الأهرامات والأهرامات ليست مدافن بل أماكن لإنتاج الطاقة لأنها مرتبطة بالمجموعة النجمية أورانوس مم؟ مجموعة أورانوس دي اللي بتستخدم الطاقة لأنه كانت وحتى المسلات اللي كانوا بيقوله هي بيكتبوا على تاريخهم كانت مغطبة بالكوارتز وكان في رأس زهبي للهرم ومرتبط بالمجموعة أورانوس وكانت لإنتاج الطاقة ليست مدافن والبحث كله هل اللي اكتشفوا تيسلا وتقتل بسببه الـ FBI قتلت بسببه البردية اللي تقتل بسببها نيكولا تيسلا العالم الشهير اللي هي إنتاج الكهرباء زي ما كان بتتعامل في مصر القديمة بالنظام الـ Infra Red اللي الناس ما عرفتش الـ Infra Red يعني يغل في التسعينات كان أنتج هذا الأمر وكان هينتج الكهرباء مجاناً للمدن بنظام الـ Infra Red وكان وقتها في بداية المسلات دي أبراج المسلات دي أبراج التوصيل الطاقة أبراج الاستقبال الطاقة زي نظام الـ Infra Red ما بين والاستقبال وبالتالي الآن هو كان هينتج هذه الطاقة وكان بدأ شركات الطاقة اللي بيسيطر عليها الناس اللي بيحتفلوا دول بدأوا انتجها فمش معقول مش هنكسب فلوس فتم قتل نيكولا تيسلا في معمله وبالمناسبة نيكولا تيسلا كان جاء إليه برديات مصروقة من مصر ومن كان يمول نيكولا تيسلا هو عم دونالد ترامب للناس ما تعرفوش عمه كان رجل أعمال وكان بيمول نيكولا تيسلا فالأمر هنا ظهور الإمام صحيح فيه تصريح عشان يعني الدكتور شاوئي علم من حوالي سنتين أو ثلاث سنين وده مفت الديار المصرية هو رجل عالم يعني مش واحد بنقولكش بقى ده حد يعني لا صاحب علم قال أن ما يزيد على تسعين في المية من العلامات الصغرى تحققت وتبقى جزء قليل والناس دايما بتخلط ما بين نهاية الزمان وقيام الساعة نهاية الزمان هي نهاية حقبة زمنية وده لازم الناس تفهموا كويس تستوعبوا كويس بمعنى أن ما بين سيدنا موسى مثلا وسيدنا عيسى بعده حوالي مثلا الف وخمسمائة سنة مثلا هذه نهاية زمان بعد سيدنا عيسى الف وخمسمائة سيدنا محمد هذه نهاية زمان صده السلام فإن هذا إحنا في نهاية زمان وليست في نهاية لأن الساعة المهى عند ربي لا يعلمها إلا الله ولكن الناس هذا الإمام لما يأتي بعلوم كبرى علوم شديدة علوم سيدنا إدريس ويأتي معه علماء ويكون من بره في مصر كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك شيء عظيم لأهل مصر لمن يسألني عن الأراضي الفلسطينية أو القدس وبين قدسين حفظوها يا أهل مصر إن لكم موعداً مع القدس لن تخلفونه هذا أمر لا جدالة فيه الأمور الكبرى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة مارية وكان لسه مصر لم تفتح ولم يدخلها الإسلام قال لها يا مارية أبشركي بإسلام أهل مصر ولن يقرب منها الإسلام حتى قيام الساعة وكرر عليها الحديث سيكونوا من عترتي ومن ولد علي مفاطمة مهدي آخر الزمان ويكونوا من بربه في مصر للناس اللي هي حابة تعرف يعني التأكيد مرتين مرة للصحابة ومرة للسيدة مارية اللي هو البعض بيستكسر على المسلمين من الدول العربية للأسد إنه السيدة مارية نقول من أمهات المؤمنين ومش من الدول العربية يعني مش مجمل للناس لا هو نكاية في مصر ومتطرفين بصفة خاصة في الدول العربية هذا أمر كبير ولكن أيضا ما ذكر في هذا الإطار أن كل الدول العربية ستفتح فيما عدا مصر كل الدول العربية ستفتح فيما عدا مصر فالأمر سيكون أمر جلل أمر خطير جدا وموعد الخروج عندما يمتلك السوفيان الكور الخمس في الشام وتحدث الخسف بحرستة والجابية في الشام وسقوط الجانب الغربي من مسجد دمشق وسقوط جدار في مسجد الكوفة هذا أمر وملحمة الإسكندرية أي قدوم الرومي على مصر اللي ينجم عليها في ملحمة الإسكندرية إذن عندنا خمس علامات اللي أنا قلتهم دول يظهر في وقتها الإمام ويؤدي باعته بين الركن والمقام ويصلي بالناس العشاء في التاسع من محرم بين الركن والمقام وفي اليوم التالي في العاشر في الصفا والمروى يصلي في مجموع من صاحبه 313 زي عدة أهل بدر وفيهم نقاباء المغرب أهل المغرب يطلق عليهم النقاباء وأهل مصر النجباء وده الحوالي 73 وهناك سبعة من جزيرة العرب وهناك أهل الحق من العراق ولديه من المغربين اللي هم في دول غربية أيضا أنصروا ستجمعوا وتكون باعته بين الركن والمقام وهذه الأمور مهمة جدا ولكن الأمور الشديدة أنه سيتم محاولة الضغط ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقرر أمر بيكون الأمر لله سبحانه وتعالى وكما حمى جد المصطفى صلى الله عليه وسلم سيحميه ولكن الجزء الأخطر أن علماءه ونقاباءه ونجباءه سيكونوا أيضا وفي وقتها يظهر صحابي مصر وهو قائد عسكري صحابي هيكون أحد زراع الإمام يعني زراع قوة من زراع الإمام ويظهر الخرصاني يأتي من الخرصان ويستقر في الكوفة مع جيش كبير في الكوفة اللي هي كانت مقر خلافة الإمام علي بن أبي طالب ويظهر في اليمن اليماني الهاشمي وليس اليماني القراشي وده من علاماته هيظهر ويجمع السلاح من كل أهل اليمن يعني حارفين اليمن عندهم السلاح زي أي شيء عادي يعني هيجمع السلاح ودول هيكونوا القادة العسكريين التلاتة اللي بيعتمد عليهم الإمام صحابي مصر وهو رجل عسكري الخرصاني لا يستقر في الكوفة اليماني الهاشمي هيكون في اليمن ويكون في الوقت ده أيضا حاكم آخر لمصر اسمه صاحب مصر وصاحب مصر دايما تطلق على الحاكم المدني هيكون رجل قوي جدا أيضا وكل هؤلاء يكونوا من أعوان وأنصار الإمام وهناك تفاصيل كثيرة فما فعله بايدن هو يريد لأن هناك الكنيسة الأنجل الكنية ومنهم كنيسة كبيرة في بوستن أيضا اللي بتقيم مؤتمرات وندوات بتناقش هذا الأمر في بوستن في الولايات المتحدة طبعا بتناقش هذا الأمر والأنجليين بيناقشوا هذا الأمر أنه خروج هذا الرجل يجب أن يتم السيطرة عليه لأنه معروف أنه سيحكم العالم وأيضا من العلامات أيضا ظهور جبل من زهب يكشف عنه في الفرات والرسول قال يكشف الفرات عن جبل من زهب يقتل عنده من كل تسعة سبعة وفي نصوص أخرى من كل مائة تسعة وتسعون وبالتالي أنت بتتكلم هنا على حرب نووية بشكل كبير في هذه المنطقة هذه إشارات ويسقط الطير ماذا سيسقط الطير في هذه الحرب من الإشارات يسقط الطير الطير تسقط يعني فيه ناوي يعني مش حاجة سهلة فالعلامات كثيرة وهذا الأمر أمر كبير جدا للأسف هناك من ينفيه من مسؤولين كبار خشية على كراسيهم ومقاعدهم للأسف الشديد مسؤولين كبار بينفوا هذا الأمر يقول لك لا دي فكرة شعالية سيدي ارجع لكتب السنة هو ملوم العزر يا دكتور إن فيه الكثير من الأقويل بتطلع في إيران واخد بالك يعني وهو بريء طبعا المهدي بريء من الملالي طبعا ما هو سيادتك سيادتك ما تركيا طلع مدير المخابرات الحالي هو لما كان مستشار للأردوغان انت عارف إن هما تركيا لما احتلت العالم العربي سرقت من مكة والمدينة ومن الحجرة النبوية سيوف للرسول سرقت عبيات للرسول سرقت كذا بيقول لك بتاع تركيا كمان اللي هو مرخص أكبر دخل ضريبي من بيوت البغاء في تركيا أربعة واثنين من عشرة مليار درار من عرق اللهم إني صايم البغيات ده بيقول لك المهدي هيظهر عندنا وأدوات جده موجودة هي المسألة مش مسألة عدة شغل دي الناس متخلفة لكن هو وطبعا لما يقول لك المهدي تركي يعني عاوز مكة والمدينة ها لما إيران تقول لك المهدي إيراني باعيز مكة والمدين عاوز مكة والمدينة فده الأمر اللي هو ما من أخطر أن أخطر الأمور أنه أن الناس لا تتطلع وللأسف الشديد أنه أحد الخلفاء العباسيين بعد بنه أمية قال على واحد من أولاده هو الإمام المهدي يعني قال ده الإمام اللي جهيمان الجوهني العتيبي جهيمان العتيبي في 1979 عمل هذه الحركة في الحرم المكي الشريف ودنس الحرم ما برده كان بيدعي نفسه أنه المهدي وكان معتوه برده في مصر طلع عليك المهدي المنتظر شوف ومن شرق ومن شرق نيل الكنانة ومن شرق نيل الكنانة للأسف الشديد يعني من عندنا يا فندم يا فندم من نسل سيدي علي زين ما بقولك من عندنا من الشرقية ما برضو أنا من هذا النسل لازم أرجع مصر بقى عشان أجهز نفسي بالمناسبة بالمناسبة أنه الناس للأسف أنه بنوا أمية هؤلاء قتلت أل البيت صحيح أخايا أن في واحدة معتوها في اليوتيوب بتقول على أمية سيدنا أمية اللي اسمها عليها معيان الكلمة وما فيها هذه المعتوها بتقول عليه سيدنا أمية معاوية أولا أولا عشان تبقى الناس عارفة سيدنا معاوية أكلت أكباد البشر أكلت أكباد عام الرسول حمزة سيدنا هو أحفاد مين أحفاد أكلت الأكباد هند بنت عطبة كابت سيدنا حمزة عام الرسول في علم الأنساب ليس لهم أصل ولا جزور في جزيرة العالم سيدنا معاوية قاتل قاتل الحسين ومسمم قاتل الحسن وقاتل أهل البيت قتالهم كلهم معاوية سيدنا علي زينا العابدين ليس لهم جزور في علم الأنساب في جزيرة العرب زي ناس كتير كبار أو دلوقتي منهمش نسب في جزيرة العرب فدولك لم يكن لهم نسب في جزيرة العرب وطبعا في جزيرة العرب كانت القبائل معروفة والكل كان يفخر بنسب كل هؤلاء فالأمر أنه نسبة كبيرة حتى من الموجودين من القيادات في المنطقة كلها بيشتعلوا بنهج بن أمية ونهج بن أمية في النهاية سيسقط ومن انتهج نهج بن أمية فسيسقط ومن خالف الله فسيسقط ومن خالف الرسول فسيسقط ومن سيخالف الإمام فسيسقط برضو أنا بقول حضرتك كل الدول مكتوب عليها ستفتح ستفتح لأن أول من سيقاتل الإمام هم أئمة الضلال اللي منتشرين في العالم العربي والإسلامي اللي هم التيكتوكر واليوتيوبرز دول هيقتل الإمام لأنه هيعتبره أنه المنفعة المادية بيهدد طبعا بيهدد يعني بيهددهم بالتأكيد لكن برضو برضو عايزة أرد على حاجة قالت هذه يعني الفاس للإسماء الرهام عياد دي خلاص قالت أن سيدنا علي يعلم الغيب سيدنا علي لم يكن يعلم الغيب سيدنا علي كان يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحى به من الله سبحانه وتعالى أولا بس علشان الناس تبقى واضحة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعليهم بابها فأدخلوا المدينة من أبوابها حضرته قال على نفسه الرسول قال على نفسه أنا مدينة العلم وعليهم بابها فأدخلوا المدينة من أبوابها سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه كرم الله واجهه بريء من كل اللي هم بيلسقوه بي بريء أولا سيدنا علي هو إمام هذه الأمة ولا فتى إلا عليه ولا أمير إلا عليه للأسف بقى أنه الناس اللي هي بتتكلم في هذا الأمر لا تعلم أولا سيدنا سيدنا الإمام علي كان من تلاميذ الرسول كان من تلاميذ الرسول ابن عمه ورفيقه ضربه ومن افتداه بروحه يعني كان بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حبا يعني يريتي بقى جزء من مليون منه هو من تلاميذ الرسول والرسول هو اللي تبناه وربعه وبتزوز واجه ابنته السيدة فاطمة وكانت السيدة فاطمة تكتب وما كان يملي الرسول على الإمام عليه وعلى السيدة فاطمة كانت تكتبه ولهذا أطلق على ما كتبت مصحف السيدة فاطمة ده أمر الأمر الثاني اللي بيناس بيكلمه في نظرية التشيع والأئمة الإثنى عشرية وما إلى ذلك حضرتك الأخطر من ذلك أنه لم يقم هذا المذهب إلا بعد سنة تسعمية وستة ميلادي أول ما ظهر شاه إسماعيل صفوي وأراد تعالية القومية الفارسية على القومية العربية في إيران أو في بلاد فارس وقام سنة تسعمية وستة وأنشأ الدولة الصفوية سنة تسعمية وسبعة ميلادي وبالتالي بدأوا وأي واحد عاوز ينشئ منهج ويكون حجته ضعيفة فلازم يوجد له غطاء ديني فاستغل حب بعض الناس هناك استغل حب بعض الناس هناك لقال البيت خدت بال حضرتك وأنشأهم وقال لهم إحنا حماية البيت وإحنا بقى السادنا وإحنا 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 وإشتغل بهم لتعالية المنهج الفارسي فكان محتاج رطاء ديني هذا هو الأمر الأمر اللي هو اتحرك عشان الناس تبعارفة أنه ما كانش فيه حاجة سماع حاجة شيئي وبعدين إن الدين عند الله الإسلام وما معنى كلمة الإسلام الإسلام هو أن يسلم المرء وجهه لله سواء كان هذا سيدنا عدم كان مسلم سيدنا عدم كان مسلم كل أنبياء الله مسلمين وإبراهيم كان أمة إبراهيم في القرآن كان أمة إذن إذا كان هناك مسيح يؤمن بالله وأسلم وجه الله سيدنا عيسى مسلم سيدنا عيسى مسلم سيدنا موسى مسلم وبالتالي مسلم مسيح يهودي هذه شرائع هذه شرائع شرائع سماوية سيدنا وطبعا ولما تيجي أنت النهاردة تتفق شريعتك مع ديانتك كان الرسول قال أنا خاتم الأنبياء والمرسلين وبعست لأتمم مكارم الأخلاقي إذا بعست لأتمم إذن متمم أي أن هناك كانت أخلاق كانت أخلاق وبعست لأتمم مكارم الأخلاق وللأسف الشديد والناس طبعا فيه ناس اللي هم بيحاولوا شويهوا فكرة الإمام المهدي اللي هم المضللين والمهرطقين بيقول لك إزاي بتقوله الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين وبعدين إزاي هو لن يأتي بدين جديد هو يأتي مصلحا ويذكر الناس بما نادر من قبل يصحح يأتي مصلحا طيب ننتظر يعود إلينا الدكتور مصطفى الفئي الفئي الأنبي خليتك الفئي خليتك مصطفى الفئي لا والإمام يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا لأنه زاد التغيان وزاد الفسق والفجور وكما وكما نجد الآن أن الحرب على الله أنا أسميها الحرب على الله بنشر الفساد والفجور في هذا العالم بهذا الشكل الإباعي هي حرب على الله وعلى كافة الديانات السماوية بالمناسبة ليست على المسلمين فقط لأنه نحن جزء من المسلمين لسنا كل المسلمين ده جزء هي حرب على الله وبالتالي حرب لكي يجد الإمام لكي لا يجد الإمام شعوبا مؤمنة ليقضها ولكن هؤلاء يقاتلون الله في الأرض وحق على الله أن ينصر مؤمنين ما قيل عن الرئيس بوتين أن القادة العسكريين الروس سألوه قالوا له أنا بس في جزئية أنا تخص بايدن أيضا تعاين مستشار للإمام فيه جزء مهم بايدن سؤل لو كان في سوتي يعتقد على البحر الأسود في أحد جلساته مع قادة جيشه قالوا المسلمين بينتظروا إمام لهم هل أنت تؤمن بهذا فكان الرد الراجل واضح جدا وقال نصا نصا إذا ظهر في عهدي وأنا حي وتأكدت أنه هو فسأتبعه بالمناسبة الكلام ده موجود نصوص في الكنيسة الأرثوزكسية الشرقية في روسيا وهو وهو صرح بهذا بس ده على شق حديثه يعني فهو كمان اقترابه للمنطقة مين اللي كان عنده في الاجتماع دوت أبانا الذي أبانا الذي في القضاء لا كم معاهم القضاء وكم معاهم أبانا الذي في لا المهم السهد استألوا من أبانا صح المهم أنه يضع على مكتبه قرآن كريم ويضع على مكتبه الإنجيل وهو يحترم كل الديانات صحيح وهو حقق سلاما في روسيا وقال في الخطبات الأخيرة له نحن لدينا كل الديانات نحترم الكل نؤدي الكل نعملهم على أنهم مواطنين بحق المواطنة وزات أهلية كاملة لا نفرق بين أحد وهذا هو سر قوة روسيا وأعتقد أن المرحلة القادمة على الغرب أن ينتبه جيدا لأنه القادم ليس سيء لأن الغرب لا يقود الولايات المتحدة التي لا تقود وأمريكا تريد أن تقاتل هذه الحرب بعيدا عن الأراضي الأمريكية للأسف الشر كما حدث في حرب العالمية الله يبارك في عمرك أنا بسعى جدا بوجودي معكم وبنقضي معكم أحلى أوقاتنا وبشكر الدكتور محمد الألفي اقتصر الاقتصاد السياسي في باريس عاصمة فرنسا ونخب من وقته الكثير من وقته الثمين الكثير فإن شاء الله بإذن واحد أحد نكمل معكم حلقاتنا ونكمل معكم محاولاتنا المتواضعة للبحث عن الحقيقة في طريق المعرفة كسانا طيبين تصباح على خير واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنكم التواصل مع القناة من خلال منصات التواصل اجتماعي الآتية للأسئلة والمقترحات من خلال بريد القناة م مكتراتنا من ميناC مثلما نحن رائع شكرا ترجمة نانسي قنقر